فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين لعلو في الأرض ولعمر إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه من من يشاء ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم نعم الملك على قسمين ملك نبوي تابع للميراث النبوي وهذا هو الملك الصحيح إذا كان الملك توجهه النبوة فهذا هو الملك الصحيح مثل ما أعطي لداود عليه السلام فإنه ملك نبي ومثل ما أعطي سليمان عليه السلام فإنه ملك نبي وكذلك كل ملك مسلم يأتمر بأوامر الله وينتهي عن نواه الله فإن هذا الملك مؤسس على آثار النبوة فهو الملك الصحيح بخلاف الملك القهري الملك القهري أو ما يسمونه بالدكتوري الذي لا يتمشى مع شرع وإنما يتمشى مع العادات والتقاليد التقاليد المستكبرين والذين يريدون علوا في الأرض وفسادا فرق بين الملكين والله جل وعلا يؤتي ملكه من يشاء يؤتي الملك النبوي ويؤتي الملك القهري المستبد الذي لم يؤسسه وإتاءه الملك النبوي هذا رحمة وإتاءه الملك القهري والاستبدالي هذا عقوبة وتسليط على المذنبين يسلط الله عليهم الجبابرة ليسومونهم سوء العذاب